التعامل مع أسئلة أطفالنا الصعبة في منزلي جميع الأسئلة مرحب بها وهذا ليس بالأمر السهل فأسئلة الأطفال يمكن أن تتحول إلى كابوس مستمر لا نصح منه أبدا نحن الآباء والأمهات فنحن الكبار نعطي لأنفسنا الحق في أن نسأل الأطفال الذين نقابلهم العشرات من الأسئلة لكننا لا نقبل منهم سؤالا واحدا وكثيرا ما نربط الأسئلة بقلة الأدب أذكر ذات مرة كان أحد أصدقاء والدي في زيارتنا وكان يعطي الحاضرين درسا دينيا فأخذ أخي الصغير يسأل العديد من الأسئلة فما كان من هذا الصديق إلا أن قال بطل أسئلة هنربيكم مدام أهلكم معرفوشي ربوكم فما كان مني إلا الانفعال الشديد وأنا في المرحلة الإعدادية ورددت عليه اللي بيسأل عاوز يعرف مش إنه قليل الأدب وبابا وماما ربونا كويس قوي على فكرة أذكر أن استنجدت بي إحدى صديقاتي وطلبت المشورة لأن طفلتها سألتها هو فين ربنا ولم تقنع الطفلة بإجابة والدتها أن ربنا في السماء بل وجادلتها أن رواد الفضاء لم يروا الله في الفضاء والأسوأ أن والد الطفلة ضربها حين سمع بجدالها والطفلة امتنعت عن الطعام وأصيبت بالمرض منذ ذلك الحين وهذه الطفلة الرائعة وغيرها من الأطفال يطرحون علينا نحن الكبار أسئلة نعتبرها أسئلة صعبة أو حتى أسئلة لا يجب أن تطرح لأنها تشكك في العقيدة مثلا أذكر العديد من هذه الأسئلة التي أمطرني بها ولداي مثل إحنا ليه مسلمين فين ربنا إحنا ليه لما بندخل الحمام لازم ندخل بالرجل الشمال ونطلع بالرجل اليمين ليه لما بناكل بناكل بالإيد اليمين ولما نيجي نشرب لازم نمسك الكباية بالإيد اليمين هو فين الملايكة أنا مش شايف ملايكة إزاي أتأكد أن في حاجة أنا مش شايفها وفي كل مرة كنت أحاول أن أعطيهما إجابة صحيحة ومقنعة إلى جانب الأسئلة العقائدية وجدت أن الأطفال يسألون أسئلة مقارنة خاصة أطفالنا الذين يعيشون في الدول الغربية حيث يتعرض أولادنا من خلال المدرسة للتعامل مع أطفال أو كبار من ديانات متعددة ذات يوم جاء ابني يحكي لي عن موقف حدث مع أحد زملائه وأن الطفل وقع أرضا وأصيب بجرح في ركبته وأن ما حدث ما هو إلا كارما ولأنني كنت أعلم المعنى الحقيقي لكارما ومن شأها في ديانة الهندوس وهي ديانة مختلفة عن ديننا استطعت أن أشرح له بطريقة بسيطة الاختلاف بين المعتقدات رغم وجود قواعد ثابتة مشتركة بينهم وأسئلة أطفالنا الصعبة لا تتعلق فقط بالدين والمعتقدات فهناك الأسئلة الحريجة التي تتعلق بالعلاقات بين البنات والأولاد ومن الممكن أن تشمل بعض الأسئلة تساؤلات عن تشريح الجسم لماذا يختلف جسم البنت عن جسم الولد وبالطبع لأننا كأمهات وأباء لم ندرس مثل تلك العلوم بطريقة علمية لا يشوبها الخجل وثقافاتنا الشرق أوسطية التي تصنف هذه الأمور من ضمن الأمور المحظور نقاشها والتي عادة ما نتحدث عنها في الخفاء وأسئلة تتناول الصداقة بين البنات والأولاد أو الأمور الأخرى المحظورة وفقا للعقيدة وعندما يفاجئنا أطفالنا بمثل هذه الأسئلة من العيار التئيل نرتبك وعادة ما تكون ردود أفعالنا حادة بطريقة غير مبررة بالنسبة للطفل ولتجنب مثل ردود الأفعال الحادة تلك والمخاطرة بصحة طفلايا النفسية اتبعت خطوات محددة والتي أود أن أشارككم إياها الآن حتى يمكنكم التعامل مع هذه النوعية من الأسئلة الخطوة الأولى الاستعداد فلنكن مستعدين لمواجهة مثل تلك الأسئلة الصعبة في مرحلة من مراحل التربية فلربما أشفق علينا الزمان برهة ولم يطرح علينا أطفالنا بعد أسئلتهم الصعبة والمحرجة ولكن هذا لا يعني مطلقا أن الوقت لن يأتي ويلقون علينا مثل هذه الأسئلة أو الأسوأ أنهم سيتوجهون لأقرانهم والذين عادة ما يعطونهم إجابات لن تروق لنا فلنكن على أهبة الاستعداد وعلى أتم الجاهزية لتلقي مثل هذه الأسئلة وأن نحدد لأنفسنا بروتوكولا نتبعه قبل الصراخ والنهر والأسوأ الضرب الخطوة الثانية هي عدم المبالغة استعدادنا لتلقي مثل هذه الأسئلة الصعبة أو المحرجة أو المتشككة سيحمينا من المبالغة في ردود أفعالنا وعدم ارتياحنا للإجابة على السؤال لا يجب أن يدفعنا لغلق عن عمد قنوات التواصل بيننا وبين أطفالنا ردود مثل إيه؟ إيه اللي أنت بتقولي ده؟ أو بس عيب خرسي إيه اللي تلأدب دي؟ أو أنت بتسأل كده ليه؟ ردود غير مقبولة مطلقا في عصر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي للأسف ردود أفعالنا تجاه أسئلة أطفالنا تدل على خوف عميق داخلنا كآباء وأمهات أن يفتح أطفالنا صندوق الشرور كما فتحته بندورة في الأسطورة الإغريقية الشهيرة وأن لا نستطيع الإجابة عليهم ونسكتهم الخطوة الثالثة تجنب التضليل لقد ول زمن أنا اشتريتك من السوبر ماركت أو ربنا فوق في السماء البعيدة لا أتصور أبدا أن مثل هذه الإجابات تصلح في زمن يستطيع أطفالنا معرفة أي شيء بكبسة زر أو بلمسة شاشة وإذا تحايلنا وحاولنا تضليل أطفالنا بإجابات ساذجة بل هاء الآن فإننا نغامر بفقد ثقتهم فينا واستهزائهم بأسلوب تفكيرنا غدا ومن المهم أن لا نعطيهم إجابات خاطئة أو مضللة فعندما كان ابني في الصف الأول الابتدائي سألني من أين يأتي الأطفال وأجبته من السوبر ماركت فوقع ضاحكا وقال لي بلاش هزار يا ماما عندها شرحت له بطريقة مبسطة أن الطفلة يأتي من بذرة تزرع في بطن الأم نصفها من الأم ونصفها من الأب ثم تنمو هذه البذرة لتصبح طفلا يخرج من بطن الأم عندما يخرجه الطبيب ومع توالي الأعوام ودراسة طفلاية لمنهج الصحة والصحة الجنسية في المدارس الغربية عرفوا وتعلموا كل ما يحتاجونه في هذه المنطقة ولكن لم يأتي أي منهما ليقول لي أنني كذبت عليه أو خدعته الخطوة الرابعة إذا كنت لا تدري فقل لا أدري قررت أنا وزوجي منذ البداية أننا إن لم نعرف الإجابة على سؤال ما سنخبرهم بذلك صراحة وسنبحث عن الإجابة الصحيحة معهما وفي أوقات كثيرة عندما كان ابني يسألني سؤالا ولسبب ما لا أستطيع الإجابة عليه كنت أقول له طيب حبيبي هنتكلم في الموضوع بعد شوي وأضع في جدولي وأخصص له بعض الوقت للبحث لأعود إليه ثانية لأخبره بالإجابة والذي اكتشفته من تجربة الخاصة ومن تجارب الآخرين المحيطين به أن اعتراف الأب أو الأم بعدم معرفتهما الإجابة على سؤال لا يقلل من شأنيهما بالعكس رد الفعل هذا يعلم الأولاد أن بابا وماما بشر وأن هناك حدود لقدرات البشر وأن بابا وماما لديهما من الشجاعة والثقة بالنفس الذي يمكنهما من الاعتراف بذلك ويوضح للأولاد كذلك أن ماما وبابا لديهما أيضا قدرات بحثية ويمكنهما الحصول على المعلومة وتعلم أمورا جديدة الخطوة الخامسة فاقد الشيء لا يعطي إن كنا لا نستطيع الإجابة على أبسط الأسئلة الأساسية في عقيدتنا أو في حياتنا كبشر وكأسرة فسيكون من الصعب أن نتواصل مع أولادنا ولذلك يجب أن نكون مستعدين وأن نقرأ وأن نتثقف ونعلم أنفسنا حتى نستطيع تعليم أولادنا الذكاء المالي عند الأطفال عندما كان طفلايا في عمر الخامسة والسابعة كنت أتحدث لصديقة من صديقاتي وكنا نشتكي لبعضنا البعض من طلبات أولادنا التي لا تنقطع وأذكر يومها أن قالت لي صديقتي دايما عايز 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 هو ليه أولادنا ما بيحسوش بينا كده لما بيحسوش بمعانتنا علشان نوفر لهم حياة كريمة وفي كتابه مال ذكي وأطفال أذكياء كيف نربي أطفال ناجحين يقول المؤلف ديف رامزي قد لا يتمتع الأشخاص الرادون بأفضل الأشياء لكنهم يحققون أقصى استفادة من كل شيء وهذا هو ما تريد أن يكون عليه أطفالك ولكي نربي أطفالا قادرين على الاستفادة من كل شيء إلى أقصى مدى يجب أن نتحلى نحن أنفسنا بالحكمة والمهارة حتى نتمكن من الاستفادة القصوى من كل شيء في حياتنا على جميع الأصعدة وإلى جانب حرصي أنا على التعامل الذكي مع النقود وجدت أن هناك أربعة نقاط غالبا ما نخطئ فيها النقطة الأولى التعامل بالنقد الكاش بدلا من كروت الاقتمان التعامل بالنقد يعلم الأطفال قيمة النقود أكثر من التعامل بكروت الاقتمان ففي طفولتنا كان العالم من حولنا يتعامل بالنقد وكان بابا أو ماما يعطوننا مصروفنا اليومي أو الأسبوعي أو الشهري نقدا ونحن في نزهة أو في محل تجاري كنا نرى أمهاتنا أو آباءنا يخرجون المحفظة ثم يخرجون الفلوس من المحفظة ويعدونها عدا ويعطونها للبائع اليوم تتحول مجتمعاتنا نحو المجتمعات اللانقدية حتى أن الكثيرين مننا لم يعد يتعامل بالكاش مطلقا ببساطة عندما يرى أطفالنا الصغار تعاملاتنا بالكريديك كارد أو بكارت البنك لا يستطيعون استيعاب دور النقد في المجتمع وفي المجتمعات الغربية يعلمون الأطفال هذه المبادئ إنما في مجتمعاتنا العربية لا ندرس مثل هذه المهارات في مدارسنا لذلك علينا أن نشرح لهم دور المعاملات المالية ودور البنوك في مجتمعاتنا والتبادل الذي يتم بين المشتري والبائع أذكر مرة كنت أتسوق مع ابني وهو في الخامسة من العمر وطلب مني شراء لعبة جديدة أخبرته أنه لم يعد معي نقود فقال ماما دخلي الكارت في الـ ATM وهي هتطلع لك فلوس وفي حواري القصير معه علمت أنه غير مدرك من أين تأتي النقود وتصوره الطفولي لا يعي دور البنك والنظام النقدي العالمي وحركة النقود الفعلية الورقية مقابل حركتها الإلكترونية عدم إدراك أولادنا لكل ذلك يجعل تصورهم للكسب والصرف محدود والذي سأتناوله في النقطة التالية والحل هو أن ننتهز الفرص كي يتعامل أولادنا بالنقد النقطة الثانية الكسب مقابل الصرف معرفة أولادنا بأصول الكسب والصرف محدودة ربما يعرفون أننا الكبار آباء وأمهات نذهب للعمل ونكسب الفلوس التي نشتري بها كل ما نحتاجه وفي آخر كل شهر نتلقى راتبنا نحن الكبار نفهم ونعي معنى العمل وكسب لؤمة العيش ولكن أولادنا ليس عندهم مثل هذا الإدراك ولذلك علينا أن نعلمهم معنى العمل للتكسب وما استخدمته لتحقيق ذلك هو المصروف سواء اليومي أو الأسبوعي أو الشهري فمنذ صغرهما ربطت قائمة الواجبات والأعمال بحصولهما على مصروفهما ومقابل المصروف كان على بناية عمل التالي ترتيب غرفتهما كل يوم وترتيب سريريهما ووضع الألعاب في مكانها كل ليلة وعمل الواجب كل يوم وفي حالة إهمال أي منهما يخصم من المصروف كذلك عند طلبهما لشراء شيء يفوق مبلغ المصروف الشهري كان عليهم عمل المزيد من المهام وكسب مبالغ إضافية فمنذ سنوات وسنوات قرأت قصة حياة سام والتن مؤسس محلات والمارت والذي يعد أبناءه من أغنى أغنياء العالم وعرفت كيف كان يعمل أبنائه مقابل أي مبالغ يحصلون عليها ولذلك عندما كان يطلب ابني لعبة كنت أسأله كم ستساهم في ثمن اللعبة وكنا نتفق مثلا على أنه سيساهم بمبلغ معين بينما أدفع أنا أو يدفع أبوه الباقي وكنت أحيانا أستخدم هذا الأسلوب لدفعهما لأداء واجبات إضافية أو حفظ آيات إضافية من القرآن أو حتى عمل بعض المهام في البيت خارج نطاق المهام الاعتيادية التي يجب أن يقوم بها بدون نقاش مثل الواجب المدرسي وترتيب غرفتيهما ودائما ما كنت أصعب قليلا حصولهما على ما يزيد عن احتياجاتهما أسلوب هذا لا يعني أن نربي أطفالا طماعين لا يقدمون أي خدمة دون مقابل وإنما حرست على التوازن بين واجبات أساسية يجب القيام بها وهدايا يتلقونها منا في المناسبات كأعياد الميلاد وطلبات زيادة يجب أن يقدموا شيئا للحصول عليها النقطة الثالثة الأخذ مقابل العطاء جميعنا والحمد لله يدفع الزكاة والصدقة ومنا من يساهم مساهمات شهرية أو سنوية لجمعية خيرية معينة ولكن ربما لا يعرف أولادنا ذلك ولا يلاحظونه وبعدهم عن إدراك مبدأ العطاء وعمل الخير ربما يكون بسبب عدم ملاحظتهم لنا ونحن نقدم على عمل الخير وربما نشرح لهم أركان الإسلام الخمس ونذكر الزكاة لكنهم لم يرون ونحن ندفعها هناك بعض التصرفات البسيطة التي يمكننا أن نشركهم فيها لننمي إحساس العطاء داخلهم فعلى سبيل المثال يمكن أن نطلب منهم أن يحضروا لنا الملابس التي ضاقت عليهم والتي عادة ما نعطيها للجمعيات الخيرية واتبعت في أسرتي مبدأ واحد داخل واحد خارج ففي كل مرة نشتري تيشيرت جديد مثلا أطلب من ابني اختيار تيشيرت صغير حتى نتبرع به وكذلك الحال عند شراء أي لعبة جديدة وكذلك حرص زوجي في كل مرة يصطحبهما إلى المسجد أن يضع مبلغا من المال في صندوق التبرعات وأحيانا كثيرة سألنا طفلينا إذا ما كان يريدان التبرع بجزء من مصروفهما ولاحظت أنه في كل مرة يشعر ابناي بإحساس العطاء تتبدل نظرتهما فيما يخص الصرف النقطة الرابعة ما نريده مقابل ما نحتاجه في كثير من الأحيان لا يستطيع أطفالنا التفريق بين الرغبات والاحتياجات أو الأساسيات مقابل الكماليات وعندما كان طفلاي صغيريني قمت بتجربة لطيفة والتي يمكنكم أيضا تنفيذها مع أطفالكم وهذه التجربة ستساعدنا أن ندرك مدى إحساسهم بالعلاقة أو التطاد ما بين الأساسيات والكماليات وفي هذه التجربة كنا في الخارج في فسحة للتسوق وكنا جميعا نشعر بالجوع وأعطيتهما مبلغا من المال تحت تصرفهما وخيرتهما ما بين شراء ما نأكله لأننا جوعا وبين شراء لعبة جديدة فإذا اختار الطفل شراء لعبة فقد نستطيع أن نستنبط أنه من الممكن أن يتنازل عن احتياجاته الأساسية لحظيا مقابل إشباع رغبة عابرة وهذا قد يمنحنا فرصة رائعة أن نشرح لهم مفهوم الدخل وكيف أن الأولوية تعطى للحاجات الأساسية في حياتنا فممكن أن يغفل أولادنا عن هذه الأولويات لذا علينا كآباء أن نسلحهم بهذه المعرفة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر